الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات والعبادات والشتاء له أحكام وآداب ينبغي للمؤمن أن يعتني بها فمن ذلك أولا الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الفصل وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات والعبادات فإن المؤمن يتمكن في فصل الشتاء من صيام نهاره من غير مشقة نظرا لقصر نهاره فلا يشعر بمشقة الصيام ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أدلكم على الغنيمة الباردة قالوا بلى قال الصيام في الشتاء فينبغي للمؤمن فينبغي للمؤمن أن يحرص على الكثار من الصيام في فصل الشتاء نظرا لتيسره على المؤمن وأما قيام ليل الشتاء فلطوله فإن النفس تأخذ حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة والقيام في فصل الشتاء قد يشق على النفوس من وجهين الوجه الأول من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد والوجه الثاني ما يحصل من إسباغ الوضوء في شدة البرد فإنه قد يحصل نوع من المشقة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك مرباط فذلك مرباط وقيام الليل فيه فضل عظيم وهو من صفات المؤمنين قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة